اشتركوا في القناة ودق مع الطالب هزار اذا ما هو هذا الاصدار هزار كتاب دواء هو كتاب فكرة الاساسية اجت من وين الناس كلياتها تعباني الحالات الاكتئاب زادت المسبب الاول للموت في العالم هو الاسترس والضغط النفسي فكنت انا افكر كيف بقدر اساعد هاي الناس فكرت بالبداية وحكيت انه انا بكتب ليش ما اعمل كتاب واسميه دواء وكون بمثابة علاج لهي المشاكل كتاب دواء كل كبسولة هي علاج لأحد المشاكل النفسية وكل كبسولة بتحتوي على التشخيص للحالي في البداية علاج وخلاصة كبسولة هاي الشغلات بده برضو دراسي لها انا بنحكي عن علاج حدا ساعدك انا قارئة يعني قارئة من زمان وخصوصا كتب التنمية البشرية يعني لما اروح المكتب بدي اخد كتاب دوغري بروح على ايش كتب التنمية البشرية فهذا اشي فيه انا اللي انا بحب هاي الشغلات وطبعا مع الخبرة هلتنا اعرض الكتاب اذا كتاب دواء كل فهرس كبسولة دواء تنمية البشرية للكاتبة هزار ابو سفين كم صفحة هذا الكتاب مئة صفحة دلوقتي الاكل معاكي خلنا نكون ست اشهر متواصلة متواصلة كتبتي طبعا فيه بنهاية الكتاب فكرة انه تركت انا هناك صفحات اللي هي بتحتوى على اسطر بغضر القارئ او صاحب الكتاب اسجل هناك انا كتبت فقرة اللي هي بتقول اترك هنا ما لا تود نسيانه وما يجلب لك السعادة دون اهدافك بالحياة وما ترغب حقا بفعله يوما ما دون صفاتك الحسنة مواهبك ايجابياتك وانجازاتك لتتذكرها دائما ثم عاود قراءتها كلما ضاقت بك الحياة هاي الشغل من وان اجتني انا لما بدي اعمل شغلي معينة او حابة اوصل لشغلي بدي اعمل اشي بروح بكتبو وفعلا بحسي بتحسن بالنفسيه كثير كبير فكلت لاش ما احطه بالكتاب الاشي اللي انا عشته الناس يعشوه كمان وكثير رح يحسن من نفسيتهم متأكده رح يضرب مكتبوه جدك موجود معنا نعم سيد هزار موجود معنا من وين انت بتعرف انه هزار بتكتب؟ انا والله اعرف ان هي بتنزوي دايما بتطع للدهر فوق بتقعد تكره لحالها ما فكرت انها بس من شهر هين ثلاثة فكرت انها بديت اعمل كتاب هسا اتفاجأت انا بتكتب اعمل كتاب اكتش ترى تقول هسا كمكانت انه والله عملت كلاب كذا وكذا بس انت كنت يعني انه هي شاطري لا؟ هي شاطري ما زالت شاطري وتقول لهم كلهم يعني عيلي ابوها شو اسمه صيدلي كل العلمة بعلمت نعم وبعرف انها ذكية عارف انها بتحب تكره كتب دايما نعم اه يعني احنا بنتفن نفتخر بيها نعم نعم الله يعطيك العافية نعم وهزار انت ايضا متعددة المواهب انت لا تكتبينا فقط ولست مؤلفة هذا الكتاب فقط بل تجدين الغناء نعم بتغني بغني من وين بتغني بغني من زمان من زمان شو رأيك تسمعين يا مقطع يلا نقابل ناس نفاري ناس ومشي الحياة عادي حال الدنيا بتغير ما بين الثانية والتانية هنعمل ايه وده جرح وده مجروح وده عايش على الماضي وأحوالنا دي بتحير ولو نرضا هتحلالنا من زالي يا عافية صوت رائع نعم انت في الصف الثاني عشر مضبوط في حلم لدراسي جامعي أكاديمي لبدك الحقيقي دائما بقول انه الطموح اشي كتير مهم عنا لازني الواحد في ايه قرآني بتقول اف من يمشي مكبا على وجهه اهدا اف من يمشي سويا على صراط المستقيم صدق الله العظيم دائما الواحد ميمشيش مكبا على وجهه بالعكس حط اهداف قدامه بالبداية اهداف صغيرة ويبدأ بتحقيقها من ضمن الاهداف الصغيرة كانت الكتاب والاهداف الكبيرة وهي المهنة بالنهاية والنجاح الكبير فان شاء الله حبي اصير انا طبيبة ان شاء الله طبيبة عامة دكتورة ان شاء الله واذا حبي انه توجهي كلمي هيك اخيري للمدرسة للاهل للجميع طبعا اول شي بتشكر مدرستي مدرسة سالم الثانوية طلعت عارض تضنطني وكان عندها ثقة كتير كبيرة فيي بتشكر امي وابوي سيدي طبعا ستة ام ابوي برضو استاد كمال شرقاوي اللي كان ابن المدرس هو بعملية التنقيح للكتاب بحب تشكرهم وكلهم وكل حد وقف معايد كلمة وبدي الاهداء للكتاب الكتاب هو اهداء الى كل من احبطه الناس وارهاقته الحياة الى من لا يستسلم للظروف بل يبحث عن الاسباب اللي يبقى صامدا فدايما بقولهم انه دايما انتم دوروا على الاسباب الصغيرة علشان تضلوا صامدين ومتستسلموش لط بروف اللي انتم فيها نعم وهنا سيدك يكنو كتب لك حدا اللي بديك تشكره او لا اه طبعا اشان ما تنسيش الرئيس التكتك محمود جبارين هو دعم الكتاب ماديا وكان من اول الداعمين لإليه حلو ممتاز كلمة اخيرة هنا لسيد هزار يالله شو توجه انا او شي شكرا لبرنامج هلا انا وسألها راجبنا ثانيا بتمنى انا لكل البنات يعني بهذا الصفوف اللي يعني بهذا الجيل انها تعمل اشي مليع وتكتب كتاب وتتقدم يعني مشان كل البنات اللي بجيل اه يمعلن مثل احتياتها يعطيكم العافية بالنجاح وبالنجاح لازار اشتركوا على الاستضافة الحلوة اهلا وسهلا بكم شكرا لكم الى الاخوة المشاهدين والاخوات المشاهدات تريدون متابعة هذا البرنامج برنامج هذا اليوم وكل برامج تلفزيون هلا التي تشاهدون على مدار الساعة حملوا الان تطبيق قناة هلا على واتفكم من خلال دكان جوجل بلاي واب ستور لتشاهدوا في اي مكان وزمان برنامج هذا اليوم وكفة برامج قناة هلا على الهواء مباشرة الى هنا ننهي برنامج هذا اليوم عبر القناة الفضائية لببث حي ومباشر اتب الامنيات واجمل التحيات من طاقم العمل المحرر رئيسي لبرنامج هذا اليوم فريد جابر بورانسي المشرف على اخراج هذا البرنامج ساري جابر مدير التسويق في القناة سامي جابر اعزائي عزيزاتي كان معكم بلالشلاطة نلتقي بأمان الله اشتركوا في القناة